سيناريو مصنع أزوفستال الشهير في جنوب أوكرانيا يتكرر في الشرق بتفاصيل لا تختلف كثيرا عن سابقه من أزوفستال الصلب إلى أزوت للكيمويات مصنع آخر هذه المرة في مدينة سيفرودانيسك في شرق أوكرانيا مسؤول في إدارة لوغانيسك تابع لروسيا قال إن 1200 مدني متحصنون داخل المصنع وأضاف المسؤول أن المصنع ما زال تحت سيطرة القوات الأوكرانية التي يصل عددها إلى 2000 مقاتل من ضمنهم مقاتلون أجانب يأتي هذا فيما أعلنت مصادر أوكرانية أن كييف تجهلت الإنظار الروسي باستسلام القوات المتحصنة داخل المصنع أما الجانب الروسي فقد اتهم أوكرانيا بتعطيل عمليات إجلاء المدنيين من مصنع آزوت بعد استهدافها للممرات الإنسانية التي فتحتها موسكو ومن سيفرودانيسك إلى ليشيانيسك في منطقة دونياتسك حيث جمعت هذه المسنة أغراضها استعدادا لمغادرة المدينة كما بدأت أيضا عدد كبيرة من السكان مغادرة المنطقة يأتي هذا في إطار عملية إجلاء تجريها القوات الأوكرانية من المدينة إذ تشير التوقعات إلى أن روسيا ستعتبر المدينة هدفها الجديد بعد سيفرودانيسك وفي دونيسك بدأت القوات الخاصة الأوكرانية عمليات زرع للألغام في المنطقة وتنشر القوات الأوكرانية الألغام في مناطق متفرقة من الإقليم في محاولة لوقف تقدم القوات الروسية يأتي هذا كله في ظل استمرار تعرض الشرق الأوكراني لعمليات قصف مدفعي روسي لا تتوقف